موسيقى الجديد من على مزولية لقاء يتجدد اليوم وعدد من الموضوعات والقضايا كان معتاد مرحبا بكم تحدثنا أمس وتابع الناس جميعا الحوار الذي بدأ الأربعاء بوساطة الآلية الأفريقية السلاسية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد والحوار الذي وجد مغاطعة كبيرة وحضور من بعض القوى السياسية تابعنا كذلك ما دار وما خرج من الجلسة الأولى التي وصفت بأنها غير مجدية بواسطة الآلية السلاسية ووجدت بعض الانتقادات من بعض الجهات المشاركة وغير المشاركة وكانت الحصيلة أن ما تم ليس كافيا ليكون حوارا يقود إلى تسوية سياسية تنقذ السودان وتخرجه من هذه الأزمة الكبيرة والمتطاولة طيب انتهى اليوم على هذه النغاط وعلى هذه المخرجات ولم يكن هناك أكثر من الذي قيل ودار في ذلك الوقت بعدها في مساء يوم الأمس خرج بيان من مجموعة المجلس المركزي قحت يتحدث عن لغاء تم مع المكون العسكري بوساطة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مول فيي والسفير السوداني علي بن حسن بن جحفر في الخرطوم اللغاء تم في منزل السفير بحضور مجموعة من قادة المجلس المركزي قحت ومجموعة من المكون العسكري حضر فيها طاها عثمان وياسر عرمان ووجدي صالح بجانب شمس الدين الكباشي وبرأسة حميتي وشمس الدين الكباشي وإبراهيم جابر هكذا كان اللغاء ومن الطرفين بحضور أيضا الواسق البرير ده اللغاء الذي تم بالأمس في منزل السفير السعودي طيب لو رجعنا اليوري شوية بنلقى الشعارات التي كانت مرفوعة والانقلاب وما أدراك ما الانقلاب والرفض الكامل للتعامل مع الواقع الموجود والتصريحات التي صدرت حتى في حق الحوار الذي جرى أمس الأول كل هذه الشعارات وكل الذي قيل ولكن اجتمع وفد من غحط مع المكون العسكري وتناول العشاء معا في منزل السفير السعودي في الخرطون نرجع هنا للتناقض الكبير والموقف المريب من قادة المجلس المركزي إلى غحط جماعة ديل وجدوا الآن أنفسهم خارج دائرة الفعل السياسي لا شارع لا مجتمع دولي ولا أي آلية من آليات الضغط لتنفيذ ما يرغبون فبالتالي برغم كل الشعارات ورغم كل الصوت العالي عادوا ورجعوا إلى نقطة البداية للعودة للحوار لكن بطريقة فيها مكابرة وفيها شيء من الخجل لأن الموقف كان موقف قريب وموقف عجيب وبالتالي الرجوع بدون تديم مبررات بيبقى أمر شوية غريب برضو الجماعة ديت طلعوا عامز بيان مساء أمس بعدما قاعدهم على ساكر ويتفقوا معاهم وتونسوا معاهم وضحكوا معاهم ودعشوا معاهم والإنقلابيين ديل والغتل ديل طلعوا برضو بيان نازقحت وحاجة أن الشعب السوداني والعامة من الشعب السوداني ما شغال بالموضوع ده الذي يدور والذي يجري طيب البيان كالآتي قال بدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي فيي وسفير المملكة العربية السعودية بالسودان الكلام ده قبل اللغاء سوف يعقد لغاء غير رسمي بين وفد من الحرية والتغيير والمكون العسكري وسوف يتناول الغضايا الآتية البيان ده طلع قبل اللغاء يعني بالمساء قبل اللغاء اللي تم ليلا قالوا فيه سيتناول الغضايا الآتية إجراءات إنهاء انقلاب 25 أكتوبر 2021 وكل ما ترتب عليه من آثار وتسليم السلطة للمدنيين والتنفيذ الفوري لاستحقاغات تهيئة المناخ الديمقراطي جميعها ودون استثناء يعني نازل قالوا احنا مجتمعين مع نازل عشان يسلمون السلطة ويطلع حميتيه الكباشي وابرهام جابر من منزل السفير إلى بيوتهم الخاصة ويبعد عن السلطة ده الكلام اللي قالوا قبل الاجتماع طيب نمر الاثنين وقف إجراءات الآلية السلاسية في جمع غوى مؤيدة للانقلاب وعناصر النظام البائت في العملية السياسية وحصر إجراءاتها بين الذين غاموا بالانقلاب وبين الذين يغامونه من غوى السورة الله ده كلام زوال عاقل زوال واعي زوال نصيح ما بقوله يعني شوف الاشتراطات دي الاشتراطات دي باشترطة طرف وجيها ما عندها أي حضور لا عندها وجود في الشارع لا عندها سند دولي ولا عندها وجود سياسي فقط أصوات ما عندها أي قيمة بتشترط الاشتراطات دي لعني فعلا ده كلام ما عنده علاقة بالواقع والمنطق والشي السليم دائر عايزين الآلية السلاسية توقف الحوار تطرد المجموعات الجاهة نصر النطور الشعبي وناس التجان السياسي ومياد سوار الدهب وكل الغوى السياسية اللي جات للحوار بتاع الآلية السلاسية واحترفت بهم الآلية السلاسية يطردوهم خارج لأنهم مؤيدين للانقلاب وهم جزء من نظام البائد وقالوا شنو ينحصر الحوار بين الغوى المنقلبة والانقلاب يعني العساكر هم كانوا يسمونه انقلابيين وما في لا مفاوضة لا مساومة لا حوار كانت الشعارات العدمية بتاعتهم لي هلآن قالوا شنو لا الحوار يكون بيننا نحن بين غاومة الانقلاب وبين الانقلابيين طبعا العساكر ذاته ما عندهم كرامة والله ما عندهم كرامة يعني الناس دي بنبزوا فيهم كده البيان ده البيان ده طلع قبل اللغاء بصفون بالوصف ده وبيمشوا بقعدوا معهم يستحقوا يستحقوا طيب أنا بس بكلم في المبقى أنا الجانب بتاع العساكر ده أخلي أبكلم في الجانب بتاع المجموعة دي يعني حقيقة بتعمل في حياتك ده طبيعية قالوا النغاش حول كيف تكون العملية السياسية شاملة بعد اتفاق قوى السورة والمغاومة والانقلابيين شوف الكلام ده يعني بالله بيجذل الموضوع ده مضحك النغاش حول كيف تكون العملية السياسية شاملة بعد اتفاق قوى السورة اللي هم مغيوا السورة وهم زادوا ندغوا السورة ده اللي هم جواقوا عن وسيغة دستورية اللي توقعت في أغسطس 2019 وديل هم الشارك والعساكر وقعدوا معاون سنتين في الغصر ومجلس الوزراء والمؤسسات الدولة ويمشوا معاون وشكروا فيهم وابراهيم الشيخ شكر في العساكر وخالي السيليك شكر ووجدي شكر في الدعم السريع وجوه انتاني قالوا قتله واسي جو قالوا شنو النغاش حول كيف تكون العملية السياسية شاملة بعد اتفاقي والثورة والمغاومة والانقلابيين على كيفية واجراءات انهاء الانقلاب طبعا دا كلام خمل الشعب السوداني البيان دا دا خمل الشعب السوداني عشان البيع التاني الغاحات جايين يبيعوا تاني لكن دارين يخوموا الناس بالكلام دا والعساكر قاعدوا معاهم بعد البيان دا قاعدوا معاهم عديل بعد البيان بتاع الإساءة دا لان هما الاثنين شركة طبعا العساكر والمجموعة دا هما الناس شركة اختلفوا في الوثيقة الدستورية واسي قالوا طريقة بيرجعوا لكن الغوة السياسية الوطنية الاخرى لن تسمح بذلك والشعب السوداني لن يسمح بذلك طيب اخر حاجة في البيان من الخم بتاعهم دا قال ابناء وبنات شعبنا هذا هو موقفنا وسوف نقوم بطرح ما جرى في الاجتماع بكل شفافية لغوى الثورة والتغيير المغاومة للانقلاب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي المدني وإكمال مهام ثورة ديسمبر المجهد النازل لسا ببيعه في الوهم ببيعه في الوهم بشكل عجيب خلاص طيب دا الكلام الأول قالوا عشان يقدروا يقولوا للشارع ان احنا قاعدين وفق شروطنا وقاعدين بوساطة من مساعدة وزيرة خارجية اي امريكا يعني وقاعدين بوساطة من السفير السعودي وقاعدين باشتراطاتنا مع العساكر وطلعوا البياندة عشان يعني يهيئوا الشارع لعملية البيع الجديدة وعملية البيع طبعا تمت تحتم وتمت قبل كده والبيدفع التمن الشعب السوداني دا المجموعة من الدار يشوف انه موضوع فيه لموضوع بيع هم دا القيمتهم شنو هسا اذا كان في المجتمع السوداني والشارع السوداني والحراكة الموجودة في الشارع دا القيمتهم شنو اللي بعرفهم منه ذاته اطلعوا في القرى والاقاليم والولايات البعيدة والكثيرة دي وفي الخرطوم النازل عدد شنو وغيمة شنو وكمية شنو وتأثير شنو لكن لانه في شغل ماشي الان في السودان دارين يعيدوا نفس المسلسل القديم وبرعاية اقليمية يعني السعودية والامارات وامريكا والقرب وكمان جايبين منظمات الاقليمية عشان تعمل الشغل دا الامم المتحدة اتحاد الافريقي الايقاد الايقاد دا عمره واشفنا تدخل في التعقيدات دي الان داخل دارين شرعينو لوضع جديد عشان يتم خنق الشعب السوداني لسه طيب دا بيانمس وقاعدوا معهم العساكر والعساكر ذاتهم لو مضايق وما كان عملوا عملية 25 نتوه برد لانه في نادة نكو وعدوا في السلطة يعني الموضوع كله سلطة ما في حاجة موطن وشعب السوداني وكان في ذول عنده قلب على الشعب السوداني ياخي في ذول في سلطة ولا حاكم بيقبل بالوضع الحاصل الان في الشارع السوداني ولا الشعب السوداني في معاشه وفي حياته وفي علاجه وفي تعليمه في مواصلاته وفي غيره في ذول بيقبل وضع زيدال العساكر ذات قاعدين من 25 اكتوبر ماسكين الحكم بتاع البلدي الليلة لهم سبعة شهور سبعة شهور لهم انتزع شهور ما دارين يعملوا يا حاجة للناس قاعدين بس اتفقوا تعالوا نتحاور معهم قاعدين في السلطة راكبين عربات الدولة قاعدين في القصر الجمهوري ومجلس الهزرة وعينوا ويفصلوا بس بيجعملوا تسوية عادي وبيمشوا لها قدام يعني طيب جمعت اربعة طويلة ليل طلعوا بيان طوالي الصباح عشان برضو يستمروا في تهيئة الشارع لما هو قادم لما هو قادم التسوية الجديدة الوسيقى الدستورية الجديدة الشراكة الجديدة السلطة الجديدة بيهيئوا في الشارع والوضع لكن ما عارفين انه الامور اتغيرت صعب انك انت تانتي السوق الناس يعني طيب قالوا شنو في البيانة التانية داكما قالوا احنا هنجتمع وفق الشروط الاتية الآن قالوا ان احنا اجتمعنا اجتمعنا لشنو قالوا انه بدوا يعرفوا يعني في المدخل بتاع البيانة التانية انه الاجتماع جاء بدعوة من مساعد الوزيرة الخارجية والسفير السعودي علي بن حسن جحفر واضاف البيان انه جاء هذا الاجتماع بعد رفض قيادة الحرية والتغيير المشاركة في اجتماع روتانا الذي سعى لشرع مثل انقلاب وبناء حاضنة متحكم بها على اساس قسمة السلطة بعيدا عن غضايا الثورة والانتغال المدني الدموقراطي يا سلام عليكم كانوا يتقعدين سنتين ونص كنتم تتكلموا عن الثورة كلموا عن الشهداء وقضايا الانتغال الديموقراطي ومعاشى الناس وحياة الناس كأنوا ما قعدتوا سنتين ونص دمرتوا البلد فنال البرهان لمنزعي منكم شادكم برنا الغصر طيب وأوضحت قاحت انها ذهبت للاجتماع لعدة اسباب هي غيوة الحرية والتغيير تعتمد قالت انها ثلاثة قضايا تعتمد ثلاثة وسائل لهزيمة الانقلاب هي السورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والإقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين دي اشتراطاتهم ودي حاجاتهم اللي هم عايزينها قالوا وفي هذا الإطار فإنها تفرق بين الحل السياسي شوف العقل الناس عقلين يعني يعني هم بعقلين شديد وبعرف الفرق فإنها تفرق بين الحل السياسي الزائف على شاكلة ما تم في فندق السلام روتانا والحل السياسي الحقيقي الذي ينهي الانقلاب وإقامة سلطة مدنية دموغراطية كاملة تحقق أهداف السورة أضافوا برضو قالوا وإننا نزعى لاستمرار دعم بلدي من أهم البلدان الفاعلة إقليميا ودوليا إلى جانب الشعب السوداني والغيوة الدموغراطية وغيوة السورة وعزل غيوة الانقلاب إن أرادت المضي غدما في قهر الجماهير ورفض العملية السياسية هم بكلنا عاينو نحن بنتعامل مع أهم دولتين اللي هي السعودية وأمريكا اللي هي راعة اللغاء التملة طيب هو أنه دبيع واضح في صفقة ما شاء صفقة لا يريد تعيد نفس الواقع القديم عشان يستمر نفس الأزو والأزية لكن حيب تصطدم بعدة أشياء العساكر ديل واضح جدا إنهما جاهزين للمساومة الممكنة يعني ما عندهم سقف وطني عالي ومحدد عندهم درجة من الدرجات بتعمل لهم وضعهم في السلطة وأمنهم الشخصي وأمانهم قادرين يقدم كل تنازلات ممكنة الورقة بتاعت إنه التسوية الوطنية والتوافق الوطني دي واضح جدا إنه ورقة ما عندها قيمة ورقة بتاعت شنو؟ كذب وقت لأنه واضح إن العساكر ما عندهم مبدأ في المزألة لأنه عندهم مبدأ لا يمكن بأي حال من الأحوال إنه يجلسوا مع المجموعة دي ما خلي بعد 25 أكتوبر وغير وغيره نحن ما عندنا مانع في إنه كل السودانين يجلسوا يجلسوا معاهم ستبقى المشكلة كبيرة جدا وحيكون العساكر قاعدين في وضع سيء جدا جدا وضيء جدا ليه؟ لأنه في مجموعة الميساغ الوطني اللي هي في ناس عسكوري وأردول وفيها جبريل ومناوي والمجموعات دي توم هاجو دي عندهم موقفين المجموعة دي ومشوا مع النازل في إجراءات 25 أكتوبر بغوة جدا وبسبات دي لحيجوا رافضينهم حتى وجودهم معا في حوار واحد ده بيتسبب في إشكال النقطة الثانية انت عند قوة سياسية استدعيتها للحوار واستجابت أدته شرعية محدودة على اللي قال اللي كانت يوم الأربع دي فطيب الغوة دي انت حتعمل معاشنه حتجي تقول لها ستجان السيسي كما عليك شكر الله صعيك النازل قاله مدهرينك حتجي تقول لها ناس الشعبي النازل مدهرينك حتجي تقول لها ميادة نازل مدهرينك حتجي تقول لها ناس القوى الأخرى النازل قاله مدهرينك طيب انت كعسكري وين قوتك في فرط حوار وطني يحل الإشكال العساكل في المأزق ده موجودين بين السعودية والإمارات وأمريكا وبين المجموعات اللي يجوا معاه موقف حقيقة سيئ لكن لو الموقف ده كان متجرد أنا فتكري انه كان ممكن يمضي إلى الأمام طالما الموقف ده متجرد ممكن يمضي إلى الأمام ليه؟ لأن انت تكون ما عندك حاجة تخاف عليها فطالما انت ما عندك حاجة تخاف عليها بتنطلق من منصة واحدة إنه يا أخواننا ده الحل وحارج على السكونات وما عندي مشكلة مع ذلك أعمل لي توافق سوداني لكن لو أنت تردخل الإشتراطات دي انت حتكون داخل في المعمرة بتاع الدات تعمل التوازن ويضعب جدا التوازن في اللحظة دي النازل بيقيفوا ولما يضعصوا بيجي يربوكوا الساحة السياسية يعني ناسي هما الحاليا قطعوا الشارع عمامة التسوية الممكن تكون حتى ولو جزئية هما الآن تسبقوا في قطع الشارع عليها ليه؟ لأنه جوا وقعدوا مع العساكر دي مرحلة جوا تاني وأصدروا بيانات ورفعوا السقف وبعدها يبدوا يتفاوضوا ويعملوا عليه ووجدوا احترافوا وتعامل من أمريكا والسعودية والآلية السلاسية يعني لسه معناها مدية النازل فرصة والكلام ده أنا قلته آمز قلته قبل ما يحصل الموضوع ده قلته البيانة الذي صدر من الأهلية السلاسية بأن الحوار غير موجود ده كلام خطير كلام خطير معناتهم ما محترفين بشيء العمله ده وفتشوا في تسوية جديدة وده كانت رسالة حقيقة للعسكر إنه الشتة مدماء مقبول إنه في حاجة هدى أن نعملها عشان شنو؟ يرضخوا للغاء اللي تم بالليل في بيت السفير السعودي يعني ده مؤامرة مؤامرة كبيرة جدا ومؤامرة دولية ومؤامرة إغليمية وشغالينها في الخرطون دي عشان تمشي على الناس الناس لازم تنتبه للنقطة دي لأن النقطة دي حيكون التمن بدعها غالي جدا ده تحول كبير جدا جدا القصة دي عندها تشعوبات تشعوبات خطيرة طيب القصة دي حتعمل خلاف داخل المكونات ذاته لأنه في ناس رافضين الناس منطلقوا من مدى حقيقي إنه شايفين وضع دماء سليم والتسوية دي بالطريقة دي ما كويسة طيب في تعليقات تمت على الموضوع ده من حاكم إغليم دارفور منيار كوناوي اللي هو قيادة في الحرية تغيير مجموعة المساق قال إنه كتب كان في الفيسبوك قال إنه رفض الحوار تحت ضوء الشمس وغبوله بضوء المسترجة قال ما أشبه جلسات اليوم بلغاء بيت أنيس حجار بيت أنيس حجار كان فيه اجتماع أفضل إلى الوسيقى الدستورية وكان اجتماع معروف يعني بين الناس محمد ناجي الأصم هذا الشاب الذي كان في يوم من الأيام صنعت منه أيقونة ثم انطفت هذه الأيقونة لأنه كانت حاجة موقعة قال علق قال إنه إنه ذا تكرار من قوة الحرية وتغيير لي الأخطاء وسوء التقدير قال إنه أمر مؤسف وغير مبرر لا يعقل أن يكون هذا حوار يقود إلى تسوية طيب هذا تعليق من قبل القيادات موجودة في المكونات دي يعني المكونات الموجودة طيب بعد كل الذي حدث والذي جرى والذي يحدث وما هو متوقع أن يحدث في الأيام المقبلة في الأزلة تطرح نفسها السؤال الأول ما هو موقف الجانب العسكري من ما غالته المجموعة بتاع القحد هجوم إساءة تقليل وإشتراطات هل سيرضخ هذا سؤال سؤال الثاني لماذا السعي من السعودية وأمريكا وبعض الدول لفرض أجندة المجموعة الأربعة الهدف شنو هل الهدف هو بحث عن تسوية في السودان لا أعتقد لا أعتقد أن هذا هو بحث عن تسوية في السودان طيب كيف تتعامل كيف ستتعامل المؤسسة العسكرية واللجنة السلاسية مع الأحساب التي شاركت في الحوارة ميس كلام هذا ما موسيقى والتسوية ما ما أقوله بالشكل نازل جو وأخذوا احتراف والدوك انتا شرعية التي هي الحزاب القوة السياسية التي جاءت في جلسة السلام الروتانا السؤال الثاني ليه الإصرار على المجموعة دي؟ غيمة جنو؟ ليه العمل بغوة على عودة الوضع القديم اللي هو الوثيقة الدستورية؟ ليه دارين عدوها؟ هل دي بتحيل مشكلة السودان؟ طيب إذا نفزت هذه المطالب وتمت هذه الإجراءات هل الوضع في السودان هيتغير؟ هل هيكون في سلام؟ هل هيكون في تسوية سياسية حقيقية؟ هل هيكون في حكم حقيقي؟ هل هيكون في فترة انتقالية سليمة تسوق الانتقابات؟ والله دي كلها أزيلة مفتوحة والإجابات حقيقة نحن ضمنين جاوبنا عنها لكن هي دي أزيلة سيبت اطرح نفسها فما تم بالأمس محاولة جديدة لتسوية جديدة لموقف سلطوي جديد عشان مجموعة تجتحكم والناس حتشوف في الأيام الجائدة فاصل غصير ونواصل أهلا بكم من جديد غدا السبت ستنطلق امتحانات الشهادة السودانية للعام 2022 في جميع انحاء السودان نظر الله التوفيق والسداد للطلاب الممتحنين في ظروف بالقة للتعقيد لكن يعني برضو هي حاجة إيجابية أن الحياة تمضي يعني الانتحانات المرحلة الأساس تمت والآن المرحلة السانوية الشهادة السودانية بعض الجامعات بدأت تنتظم بشكل شبه طبيعي نظر الله أنه تتطبع الأمور والأمور تمشي ويعود الطلاب إلى اللقاعات الدرس سواء كان في المدارس أو الجامعات والكليات وتستمر الحياة بشكل طبيعي حتى نفارق محطة التغلبات ومحطة يعني التوقف المستمر للعام الدراسي والعوام الدراسية والذي أفضح حاجة لواقع سيء جدا جدا أصبح الطلاب السودانين خارج السودان كل من استطاع إلى ذلك السبيلة خارجا ليكمل دراسته في الخارج والمزل الذي ترتب عليها ظروف كثيرة جدا ومعاناة كبيرة للأسر وليلطلاب اللي انقطعت دراستهم في منتصف المراحل الدراسية بالتالي الاستقرار السياسي هو مدخل لاستقرار الأكاديمي والأمني والاقتصادي والاجتماعي بالتالي نحن دائما ننادي بضرورة أن يكون هناك استقرار سياسي حتى تستغر الحياة بشكل عام سواء على الوضع الاقتصادي والتعليمي والصحي والحياة الطبيعية للناس الوضع الذي يجري في السودان الآن أدى إلى واقع أفتكر أنه بائس جدا جدا تسبب في مشكلات وأزمات كبيرة جدا جدا هناك أمر أصبح في الأعوام الأخيرة متتبع يعني أو متبع بشكل مستمر وهو غط خدمة الإنترنت أيام الامتحانات وأيام ساعات الجلوس لساعات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادي عشر أيضا صباحا لمدة ثلاث ساعات المزدي بتأثر على حياة الناس المؤسسات العمل الإلكتروني لكن في النهاية بتبقى عملية لا بد منها في ظل الظروف الموجودة والهشاشة والتطور الكبير التقني اللي يعني أوضح كثير من الحالات بتاعت القش والتسريب للامتحانات وكشف الامتحانات وبالتالي بتترتب عليها مترتبات صعبة جدا وقاسية ومرهقة للدولة وللأسر وللطلاب فبالتالي من غدا سيعايش الناس انقطاع لخدمة الإنترنت لمدة ثلاث ساعات في محاولات لضرب حاجة تأميني على الامتحانات وسير الامتحانات وأفتكر أنه الناس تهيئ نفسها ووضعها على هذه الأوضاع نحن الآن في حاجة إلى سلاس ساعات يوميا بلا انترنت في ظل ارتباط كبير بالخدمة على المؤسسات وعلى الأشخاص والأفراد والعمل والحركة السوق والتجارة والبيع والشراء والتالي أكيد ستكون فيه تهزة لكن أفتكر أنه المغابل في ذلك يستحق أنه تمضي العملية بتاعت الامتحانات بشكل سلس دون خسائر أو دون وقوع يعني مخالفات قد تؤدي إلى نتائج كارسية تستدعي أن يكون فيه إجراءات جديدة زي ما عايشنا قبل سنوات طويلة إعادة الامتحانات وإعادة لبعض المواد أفتكر أنه نحن في الظروف دي في الوضع ده طبيعي جدا أنه نتعامل مع هذا الواقع على العموم نزال الله التوفيق للطلاب الممتحنين وأنه تمضي الامتحانات بشكل سلس وسليم ويجتاز الطلاب هذه المرحلة إن شاء الله والنجاح والتوفيق يكون حليف لهم وإن شاء الله يعودوا بعد ذلك إن شاء الله للجامعات وينخرطوا في العملية التعليمية الجامعية بشكل سلس وسليم نزال الله ذلك إن شاء الله مشاهدين كرام بهذا أن نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللغاء حتى أجد الملتغى في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة